اشتركوا في القناة التركي ووصيف الدولي التونسي وفريق الحقيقة يعني عامل موسم كواس جدا والمشكلة بالنسبة لي أنك بتلعب براء أرض صحيح ما عنديش شك أنه الأهل يجاهز في جميع الأحوال المواجهة وما عنديش شك إن شاء الله ولا قلق أو توتر من أنه البداية تكون أفريقية لكن في النهاية هي محطة من محطتين صعبين في نص الموسم الأول بكرة إن شاء الله أعتقد أنه ستكون فرصة لتجربة أو لوضع الرؤية أو التصور لميستر كولر إزاي هيخود المواجهة الأولى خارج الأرض حابب أبتدي حلقة النهاردة مع حضرتكم بالكلام شوية على فكرة عقد رعاية النادي الأهلي والحقيقة هنا أنا مش هتكلم في فكرة القيمة أو فكرة الرعاء اللي هيتحطوا على تيشرت النادي الأهلي لكن الحقيقة ماتش بعد بكرة الخميس إن شاء الله موجهة الأهلي وطلع الجيش زي ما أنا قلت حالكم لكن خلينا أرجع لقصة الرعاية ولللفت نظري شوية فكرة المقارنة أو المساواة اللي بيحاول بعض الأصوات إنها تروج لها وكلام هنا الحقيقة أنا مش بفكرة عاطفي لا هو كلام عقلاني ومنطقي وموضوعي جدا وتعالوا نتكلم بالراحة كده يعني أنا زمان كنت أقبل جدا زمان دا اللي هو من قبل عشرين سنة يعني في التسعينيات والثمانينيات لما ابتديت أتفرج على كرة يعني كنت أقبل جدا فكرة مصطلح قطبي الكرة المصرية أو إنه الأهلي والزمالك هم القطبين الأهم والأبرز في الرياضة المصرية لكن عشان نبقى موضوعيين وده مش تقليل من قيمة نادي كبير وإسم كبير حقيقة يعني زي نادي الزمالك وحتى لما بننتقد بعض الحاجات المرتبطة بنادي الزمالك هو حرصا وخوفا ومحاولة منه إنه رموز النادي بجدر تتحرك عشان تتحسن من الصورة وتحسن من الوضع اللي في ظننا إحنا من وجهة نظرنا إنه لا يليق الحقيقة لكن في النهاية الزمالك مش قصتنا لكن اللي بقوله في الوقت ده أو يعني في التوقيت ده إنه من عشرين سنة لا الأهلي يغرد مفردا ومش على مستوى مصر ده على مستوى قارة أفريقيا أرقامه بتقول كده إنجازاته بتقول كده جماهيريته وشعبيته بتقول كده بطولاته بتقول كده والأهم من كل ده المرضود الاقتصادي نحن نهارده نكلم على كورة مش بيكلم على رياضة بس ده في العالم كله نكلم على الصناعة والسسمار وعشان كده لك أنت تخيل حجم الفرق في الإنفاق اللي النهارده بتصرفه الأندية والمرضود المالي اللي بيرجع عليها من رياضة كرة القدم فقط لغير يعني إذا بتقاليش فيه نشاط في مصر كلها بما فيهم كرة اليد مش نحن نتكلم وبنتغنى دايما بكرة اليد المصرية والنجاحات وكسر عالم شباب وكسر عالم كبار ولعبين محترفين في أهم الأندية على مستوى العالم لكن تعالوا نشوف المرضود أو العوائد المالية والمادية لرياضة نكحة جدا زي سكواش أو زي كرة اليد على الأندية تقريبا صفر يعني مش صفر يعني أعصد أقول في النهاية الحزبة تطلع بالسالب وتطلعش بالموجب وإلا مرحمة ربي ممكن حتى وإن طلعت فيها مكاسب بعض المكاسب مالياه لن تقارن أبدا بكرة القدم يعني لما تيجي تشوف مكاسب النادي الأهلي مش في العشرين سنة الأخيرة لكن بص على آخر تلت مواسم مثلا مشاركتك في البطولات الأفريقية وتتوصلك للمباراة النهائية في تلت مواسم أو في خمس مواسم من أصل ست مواسم خمس نهايات من أصل ستة تتويجك في بطولتين مشاركتك في كاس العالم فوزك بألقاب السوبر الأفريقية كل دا لي مردود مالي كبير جدا كل دا لي جماهيرية ولي شعبية ولي انتشار كبير جدا إيس جماهريتك إيس البراند حتى كوالتي البراند يعني العلامة التجارية اللي بتتحط على تيشرت النادي الأهلي فين وباقي المنافسين فين فهي القصة مش قصة انه بدا يبقى زي دا أو يعني انه لا الناس لي متفكرش كده الناس لي تفكر بيزنس ها بتكلم بيزنس لا تكلمش رياضة الراعي اللي بيحط مئة مليون ومتين مليون وثلتمائة مليون على تيشرت فريق يهموا جدا جدا ان تلتمائة مليون دول يرجع ربعمية وخمسمائة وستمائة وده ما يحصلش غير في تيشرت النادي الأهلي بس مش عشان هو اسمه النادي الأهلي عشان قمته كنادي أهلي عشان تأثيره عشان حجمه عشان شعبيته عشان جمهاريته عشان بطولاته عشان مشاركاته عشان ظهوره عالميا وافريقيا ومحليا باسم النادي الأهلي فلا تجوز المقارنة واللي يمكن مش عارف ليه يعني حاسس انه فيه ناس بتشد جمهور الأهلي شوية لحتة دي انه ليه الشركة دي وليه مش الشركة دي عمري ما الجمهور ادخل في حتة الرعاية دي يعني مش فاهم أساسا ليه يكون الناس شغلة بالها في فكرة الرعاية بالتأكيد الأهلي هيحصل على مقابل مالي في العقد الرعاية الجديد هو الأعلى في تاريخ الرياضة المصرية والأكيد أكثر أنه ما فيش نادي لا في مصر ولا بر مصر على مستوى قارة إفريقيا ممكن الأمور تختلف في الخليج شوية لكن على مستوى مصر وعلى مستوى إفريقيا كل قارة إفريقيا ما فيش نادي ممكن يوصل على عقد الرعاية بتاعه لنفس قيمة عقد النادي لأهل يعني محدش ياخدكم الحتة دي وأنا عارف طبعا أنه الناس بقيت حريصة أنتوا مثلا تعالوا نشوف المركاتو يعني دايما طبعا أنا فاهم عقلية المشجع اللي عايز يتطمن وعايز يعرف أخبار النادي وعايز يشوف في الصفقات الجديدة لكن تعالوا بصوا المشوار كده اللي احنا مشناه يعني في المركاتو ده مثلا أنا بدي على سواء كالجهاز فني أو كلاعبين تجرجرنا ومشينا وسمعنا كم اسم وفي النهاية صفصفت على ايه أو خلصت الحكاية على ايه فما تتشدوش هي السوشال ميديا كده يعني هو ده شغل السوشال ميديا وأنا فاهم طبعا الناس اللي بتشتغل على السوشال ميديا أو المنصات أو الصفحات اللي على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى اليوتيوب هي هو ده شغلها بس ما تتجرجرش انت كمشجع للدخول في الديلامة دي يعني انجاز التعبير طيب هنتكلم النهاردة واحد طبعا من نجوم النادي الأهلي هشرفونا واحد نجم كبير جدا جدا وواحد من أهم لعيبة خط الدفاع اللي جات في تاريخ مصر كلها كله مش بس في تاريخ النادي الأهلي كابتن مهر همام بنستمتع دايما برؤيته وبتحليله النهاردة فيه مطش منتخب مصر طبعا تحدي صعب قوي زمان كان بيقى فيه مطش منتخب مصر الشارع كابتها فاضية طبعا مباراة دي ويمكن عدد كبير من النجوم النهاردة يكونوا غايبين والمنافس مش منافس قوي جدا لكن هو حظنا كده بقى انه في نفس التوقيت تقريبا او بعدنا بخمسة واربعين دقيقة هتكون في مواجهة يعني عنيفة جدا هتجمع بين البرتغال واسبانيا لكن في كل احوالها هنتابع النهاردة فيتوريا وشكل المنتخب في مواجهة ليبيريا مباراة تبتدي ساعة تمانية بتوقيتنا اسبانيا والبرتغال لو كنت بتفكر تسيب مباراة منتخب مصر وعايش تروح لاسبانيا والبرتغال هتكون الساعة تسعى الا ربع بتوقيتنا تفاصيل واقبار وموضوعات كتيرة جدا تخص اللي جاي بالنسبة للنادي الاهلي في حلقة النهاردة اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مطش الخميس يعني بيكتسب اهميته من حاجتين واحد انه التجربة او من ثلاث حاجات خلينا نقول من ثلاث حاجات واحد انه التجربة الاخيرة الفعلية قبل ما تسافر تونس عشان تستعد لمواجهة الاتحاد المنستيلي اتنين انه لأول مرة من اول ما دخل مستر مارسل كولر في الجهاز الفني هيتمرن السكواد تقريبا شبه مكتبة انه مفترض انه بكرة كل اللعيبة الدولية سواء اللي موجودين في مصر او برا مصر يعني لعيبة منتخب مصر اللي هلعابه مطش لايبيريا النهاردة اللي في معسكر برج العرب مع طبعا عودة علي معلول مع عودة آليو دينج هيكونوا موجودين على قوة السكواد طبعا احتمالات مشاركتهم او قرار مشاركتهم في مطش الخميس ده قرار يرجع لمسر مارسل كولر النقطة التالتة هي انها المباراة الاعلى في المستوى او في قوة المنافس اللي هيلعبك انه المعسكر او كان مخطط ليه او فترة الاعداد كان مخطط لها المطشات تبقى تدريجية بيتروجات في اسوان بعد كده في طلاع الجيش فبالتالي فنيا يعتبر طلاع الجيش هو اقوى مباراة بياخدها الاهلي في مشوار الاعداد للموسم الجديد وبالتالي بتيجي اهمية المباراة من التالتة دول خلينا نتكلم وخصوصا كمان وتمرنت النهاردة اعتقد شهدت وجود عدد او عودة عدد كبير من النجوم اللي كانوا بعادة عن المشاركة فيه منهم اللي كان بياخد برامج تأهيل منهم اللي كان فيه برنامج محتوط له بنامج اعداد معين فخلينا نروح للنادي الاهلي وبالمناسبة التدريبات رجعت مرة تانية بعد ما الفريق اتمرن في مدينة نصر رجع النهاردة ميستر كولر عشان يمرن الفريق في ملعب التتشو وزا منا فاروق صلاح روقة الشهيد بروقة جاهز من داخل نادي الاهلي في الجزيرة عشان يقول لنا اخبار تمرينة النهاردة يمسى اخير يا فاروق رب عمان برحب بك الزميل العزيز احمد سبير كل التحية لكم كل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة طاقنات النادي الاهلي في كل مكان اهلا بك يا فاروق كنت بتكلم على مطش طلاع يوم الخميس وانه يمكن تكون التجربة الاقوى يمكن تكون التجربة الاهم العين كمان على سكواد الاهلي اللي هيكتمل ان شاء الله بكرة في حدود معلوماتنا ويريد تأكد لنا الكلام ده انه مفترض ان كل اللعيبة الدولية اللي كانت مع منتخباتها سوى منتخب مصر او تونس او مالي هترجع بكرة وتنضم لسكواد النادي الاهلي نعرف منك اخبار للسعادات قبل ما ندخل في تفاصيل تمرينة النهاردة يعني بالفعل زميل احمد مباراة مهمة جدا هي مباراة تطلع الجيش والمواجهة الاقوى للنادي الاهلي والبروفا الاخيرة قبل السفر الى تونس لملاقات الاتحاد المنستيري طبعا والمباراة اللي هيكتابل هيكون اول مباراة هيكتابل فيها قوامر رئيسي لفريق النادي الاهلي خليني اكد لك ان يعني زي ما صرح لنا الكابتن سيد عبد الحفيز غدا بمشيئة الله يكون انضمام اللعيبة الدوليين لفريق النادي الاهلي الامر بيشمل طبعا اللعيبة اللي بتنضم الموجودة مع المنتخب المصري وايضا اليو ديانج وعلي معلول ولذلك من المقرر غدا ان شاء الله صباحا هيكون هناك تدريب للفريق النادي الاهلي او اللعيبة الموجودين حاليا في المعسكر بينما اللعيبة الدوليين طبعا اللعاب المنتخب المصري وعلي معلول وقاليو ديانج يكون تدريبهم في تمام الساعة الثالثة عاصرا ويكون التمرين على اللعيبة الدوليين طبعا التحضير لمباراة طلع الجيش النهاردة مستر مارسل كولر عقد محاضرة فنية مع اللعبين ثم جانب خططي او جانب بدن في الجيم ثم بدأ الشق الخططي ويق التدريبات اللعبين والتركيز على بعض الأمور التكتيكية اللي بيطالبها مستر مارسل كولر وخلينا أكد لك خلاص انت بدأت مرحلة الاعداد والاستعداد لمباراة الاتحاد المنستيري طريقة اللعب والأمور الخاصة طبعا هيكتمل القوامل اللعبين وفي مباراة طلع الجيش تبدأ ان انت تجرب من خلالها طبعا بعض الأمور اللي انت هتطالب اللعبة بتنفيذها في مباراة الاتحاد المنستيري بأكد طبعا على كلامك زميل احمد مشاركة اللعبين الدوليين في مباراة طلع الجيش هتغضع لي الرؤية الفنية وطبعا الحالة البدنية اللعبين وتغضع للرؤية الفنية المستر مارسل كولر اللي خلينا أقولك ان تفاصيل كتير جدا بيركز فيها مع اللعبين الحاليين يركز على كافة الأمور طبعا ياسيني المكاري مخطط او محل الأداء في النادي الآلي قادر انه يعني يحضر بجموعة من المباراة الخاصة فريق الاتحاد المنستيري ولقائن الزهاب والعودة الفريق بأكد لك ان الفريق خلاص حالة الجايزية اللي عليها النعبين التحضير الفني والتحضير الخططي والتحضير ايضا الامور الخاصة بالسفر الى تونس يعني زي ما صرح لنا ايضا الكابتن سيد عبد الحفيز المقترح الاقرب ان شاء الله يكون السفر الى تونس يوم 6 اكتوبر بمشيئة الله اذا ما انت عارف ان المباراة تقرر انها تكون يوم 9 اكتوبر بمشيئة الله ان شاء الله تكون بالزبط هتكون البداية بمشيئة الله للنادي الاهلي السفر ان شاء الله يكون يوم 6 اكتوبر المباراة يوم 9 طبعا هتأدي تدريبين هناك في تونس ان شاء الله تكون بداية موفقة طبعا زميل احمد لانطلاق المشوار الافريقي للنادي الاهلي طبعا كنت ايضا بتتكلم على حالة اللعيبة اللي انضمت خلاص للمصابين او اللعيبة اللي انتحكت بتدريبات النادي الاهلي في الفترة الاخيرة وعايزك تكلمني كمان يا فروح على بيرسي تاو بالزبط خلينا ناخد الشقين بسواء بيرسي تاو وعمار حمدي لان نكلينا حديث مع الدكتور احمد ابو عبلا بالنسبة لبيرسي تاو خلاص النهاردة دخل مرحلة مهمة جدا مرحلة الاخيرة ويأخذ اجزاء من البرنامج التأييلي للموضوع والجاري حوالين الملعب باطوال معينة من الدكتور احمد ابو عبلا يعني تقدر تقول عاقب مباراته ان شاء الله طالع الجيش على مطلع الاسبوع المقبل ان شاء الله بيرسي تاو يكون جاهز مع فريق النادي الاهلي وانضم من التدريبات الجماعية ايضا عمار حمدي الدكتور احمد ابو عبلا تواصل طبعا مع الطبيب اللي اجرى الجراحة ليه عمار حمدي خلاص ايضا خلاص في المرحلة الاخيرة زي ما اتكلم خلاص ثلاث اسابيع باذن الله يكون عمار حمدي موجود فيه التدريبات الجماعية للنادي الاهلي مرحلة مهمة جدا طبعا عمار الحمدي انجزها طبعا خليني اكد على الدور المهم جدا للنادي الاهلي في الاهتمام بمرحلة التأييل للعبين وجود اقرم من قبل العدب ما شاء الله يعني نتمنى له كل التوفيق اقرم توفيق السيناريو ايضا اللي قرر مع اللعب عمار حمدي كل الامور دي يعني بيتابعة الجهاز الطبي ايضا دور مجلس ادارة النادي الاهلي في استقطاب واستقدام بعض الاجهزة طبعا الموجودة في الجهاز الطبي اللي للنادي الاهلي عايز اكدلك على محمد شريف النهاردة ومشاركته في التدريبات الجماعية شايفوا يعني بيظهر بصورة اكثر من يعني من رائع الجدية اللي عليها والقوة اللي موجودة من محمد شريف ايضا من محمد مجد افشا طاقت بنسبة كبيرة يكونوا موجودين طبعا في المباراة الودية امام فريق الطلاق على الجيش طاقت مستر مارسل كولر يديهم جزء كبير من هذه المباراة طبعا الحالة الجايزية بقى ايضا اللي احنا شفناها او لمسنا عليها حسام حسن في المباراة الودية زميل يا احمد يعني يكونوا موجودين في المباراة الودية بتشوف حسام حسن بيظهر بصورة اكثر من رائع الى جانب شادي حسين الى كافة اللاعبين بطمنك ايضا على اكرم توفيق اللي يعني شفناه خلال المباراة الودية او التدريبات اكرم توفيق بيظهر بشكل اكثر من رائع الحماس الجدية اللي موجودة عند اكرم توفيق ايضا عمر السلية بطمنك ايضا على اسر براهيم رام ربيعة الى جانب طبعا اللعيبة اللي نشئين احمد عبدالقادر طار محمد طاير كهربا حسين الشحات يعني انا بطمنك وبطمن كل جمعير النادي القلي زميل احمد على مجموعة اللاعبين في المباراة الودية اللي لمسناها او شفناها خلال الفترة الاخيرة وايضا التدريبات الجمعية مستر مارسل كولر وحالته التعامل النفسي مع لعاب النادي القلي والتحضير النفسي ده مهم جدا مستر مارسل كولر مركز عليه مع لعابة النادي القلي يعني كل التوفيق بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز فاروق صلاح من داخل النادي الاهلي دي اخبار اللي تقابليني او زي ما انتم شفتوا ويمكن زي ما ظاهر معنا في على الشاشة افشا شارك النهاردة شريف شارك برونو سابيو موجود في الملعب الشحات اكرم يعني الحقيقة الموسم ده محتاج انه كله هيجزح لسنينه شوي يعني ما شاء الله سكواد الاهلي الحقيقة تقريبا تقدر تقول شبه مكتمل وحتى يعني انا عارف انه فيه توجه لواصلي او في حدود معلوماتي انه صفقات الاهلي يحسمها قبل بداية الموسم واحتمال كبير جدا قبل ما يتم اغلاق باب القيد انه يتم الاعلان عن صفقات الاهلي مش هننتظر لموسم الانتقالات يناير لكن طبعا في النهاية لم يتم الاعلان عن شيء بشكل رسمي وحتى زي ما تعودتوا دائما على شاشة الاهلي كل اخبارنا بتبقى يعني مؤكدة ورسمية لما الاهلي بيخلص مفاوضاته وبيتم الاعلان عن الصفقات لكن ده فيما يتعلق بالتوجه فبالتالي قبل يوم ستة كل الامور الجماهير شغل نفسها بيها عقد الرعاية الرعاية الكيت الجديدة اللبس بتاع تيشرت النادي الاهلي الصفقات كل ده خلاص احنا نتكلم في مسألة ايام ويتم حسم كل التفاصيل دي معينه النهاردة زي ما قلت لكم مباراة اخيرة اللي هي منتخب مصر هيواجه فيها ليبيريا بقيادة روي فيتوريا يعني مطش هتلعب الساعة 8 على ملعب اسكندرية وش عارف يعني ملعب اسكندرية كان واحد من انا شفت مطش الاول قدام الناجر كان واحد من احسن الملعب الموجودة في مصر يعني حالته الحقيقة او حالة الملعب عموما في مصر بقي عليها علامة استفهم ونحن داخلين على موسم جديد نتمنى يعني انه يكون وخصوصا ان احنا ونحن لما شفنا انا شفت الافتتاح بتاع السادة هائة قناة سويس حاجة ولا اجمل ولا اروع يعني قادرين نعمل يعني شكل الملعب شكل الارض والنجيلة واللي سمعتوا من الناس اللي راحت كمان الافتتاح انه النجيلة المعمولة هناك من الجيل الخامس حاجة يعني اخر ما توصل الى التكنولوجيا فمن الاولى الحقيقة انه ده كمان يحصل او نشوفه في كل ملعبنا خصوصا ان استاذ سكندريا واحد من اجمل الاستاذات اللي موجودة عندنا في مصر مصطفى محمد والبداية القوية اللي عملها الحقيقة مع نونت في فرنسا خدوا بالك نونت مش من الفرق القوية او هناك لكن هو بدايته الحقيقة بتقول انه لا فيه نقلة يعني ما تتقارنش الحقيقة بتفنش ترموس انفجارات السرايفة التركية لا الحقيقة رايح مركز ويمكن عشان كده خد افضل لاعب في فريق نونت في خلال شهر سبتمبر مسجلش معهم كتير اه هو يمكن سجل تلات اهداف عمل هدفين لكن الحقيقة مستوى سابط كل ما بينزل بيقدر يثبت نفسه وانا بشوف مصطفى الحقيقة كأماشا وكخامة مهاجم يعني مهاجم قوي جدا لكن لازم يشتغل على نفسه ولازم يطور من نفسه ولازم يعرف ازاي يتعامل مع العقليات المحترفة برا بتهيلي لو قدر يطور من نفسه في الحتة دي المنتاليتي والالتزام والانضباط ويتعامل مع الحياة في اوروبا مصطفى يقدر يروح لأبعث من النونت بشكل كبير كده ونختم براموس سيرجو راموس مش هيلعب مبارات او مباريات منتخب اسبانيا في كاس العالم واحد من اهم من نجوم المنتخب الاسباني على مدار تاريخه الحقيقة قائد لمنتخب اسبانيا في كتير من الالقاب والبطولات لحقيقة واحد من ابرز حقيقة لعيبين الاسباني اللجوم يمكن في العشرة او في الخمسشرة سنة الاخيرة سواء في اثناء وجوده مع ريال مدريد او حتى لما انتخل لبي اجي لكن طبعا فرصته في الانضمام لقائمة منتخب اسبانيا في كاس العالم بقت ضعيفة جدا 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 واغلب التقارير بتقول ان لويس انريكي مش حاطت سيرجو راموس في حساباته نتيجة طبعا بدايته ما كانتش حلوة قوي مع PSG اصابات كتيرة جدا شارك فيه عدد دقائق او عدد مباريات قليلة وبالتالي السيناريو الاعراب ان سيرجو راموس هيكون خارج مباريات منتخب اسبانيا على كل احوال فيه كلام كمان وفيه تقارير كتير وفيه مش عايز اقول هجوم لكن فيه حالة عامة كده في البرتغال بتقول انه كريسيانو رونالدو مش هيكون مؤثر او مطلوب انه ما يكونش ليه مكانة اساسية على حساب واحد من المتقلقين في صفوف المنتخب البرتغالي وفيه بعض الاصوات بتنادي باستبعاده او عدم مشاركته كاساسي في مباريات البرتغال وانه فرصة دي طبعا ده مرتبط بالموسم والبداية المتوترة مع تنهاج وعدد مشاركته القليل جدا مع مانشستان يونايتد وارقامه اللي ما طالقش طبعا با سي ار سيفن واحد من اساطير قرط القدم وبالتالي فيه اصوات كتير بتنادي انه الفرصة احق بيها واحد من نجوم المنتخب البرتغالي زي جواو فليكس زي برونو فرناندج على حساب مين؟ على حساب الدون الايام لما بتلف بتودي حاجات في حتة صعبة جدا دعنا على كل الاحوال خلينا نروح لمارسل كولر تحديدا ومشواره ومسيرته واحدة من المحطات المهمة اللي كان موجود فيها في الدور السويسري مع فريق جراس هوبرز هنتكلم على تفاصيل هتسمعوها الاول مرة في حلقتنا النهاردة في سادسة بس بعد الفاصل طيب بالوقتي احنا هنروح لسويسرا وتحديدا هيكون لنا لقاء مع فريدي بيكل وهو الرئيس التنفيذي السابق لنادي جراس هوبرز السويسري واحد من المحطات اللي كان مارسل كولر المديل الفني جديد للنادي الاهلي طبعا مشوار فيها رجل حقيقة ليه مسيرة تدريبية نكحة جدا في سويسرا وخارج سويسرا يعني مع انديت سيون مع انديت يانج بويز مع انديا زي بخوم وزي كولن في ألمانيا وطبعا التجربة اللي كانت مهمة جدا تجربته مع منتخب النمسا واعتقد كمان انه فريدي بيكل بما انه كان ماندجين ديراكتر في فريق رابد فيينا ممكن كمان يبقى عنده خلفية عن تجربة مارسل كولر مع المنتخب النمساوي خلينا نرحب فريدي بيكل رئيس التنفيذي السابق لنادي جراس هوبرز السويسري معانا في السادسة اهلا وسهلا بك على شاشة الاهلي بكل سرور شكرا جزيلا سعيد جدا بوجودي معكم يعني بداية خليني اعرف يعني المدرسة السويسرية يمكن ما كانش ليها نصيب كبير جدا من التجارب مع الكرة في افريقيا على مستوى المنتخبات او على مستوى الاندية لكن الاهلي كان ليسا بابل كده مع مدير فني سويسري وكالتجربة الحقيقة نكحة وكالتلاقة استحسان كبير جدا سواء على مستوى الادارة او على مستوى الفني للفريق او حتى مع الجمهور الاهلي بيرجع مرة تانية بيكرر التجربة في التعاقد مع مارسيل كولر المدير الفني الجديد رأيك وردود الافعال كمان في سويسرا على فكرة توجد كولر في مصر وتحديدا مع الاهلي انا في البداية الامر اود ان اهنئ النادي الاهلي على التعاقد مع مارسيل كولر هذا انجاز عظيم من وجهة نظري وهذا ما اعنيه ايضا في سويسرا ان معظم الناس هنا في سويسرا سعوداء وانا ايضا سعيد جدا بهذه التجربة وهن مارسيل كولر ايضا بوجوده في مصر وبتدريب فريق مثل فريق النادي الاهلي كفريق كبير عظيم انا اعتقد انه في فترة من فتراتك يمكن كنت يعني بتعمل فيها في نادي جراس هوبرز كان مارسيل كولر اعتقد كان لعب في الفترة دي فانت يعني فيه تواصل او فيه معرفة شخصية بتجمع بينك وبين مارسيل كولر مضبوطة للمعلومة نعم هذا صحيح مارسيل كولر كان لعب رائع جدا ولعب لوقت طويل ككابتن للفريق لجراس هوبر في سويسرا في هذا الوقت وشارك في شامبينس ليج اوروبا كان يلعب كلاعب وسط ملعب رقم ستة وساعد ايضا المنتخب السويسري في هذا الوقت لتحقيق انجازات وتفديم نتائج رائعة وساعد ايضا زملائه في هذا الوقت اعرفه معرفة جيدة وهو لاعب رائع جدا يمكن يعني واحدة من الحاجات اللي بتميز مارسيل كولر هي انه ما نجحش بس جوه سويسرا انا عارف انه حقق القاب مع اندية سويسرية لكن كمان تجربته تخطط الحدود السويسرية انت اعتقد في فترة الفترات كنت ماندجينج داركتر لفريق رابد فيينا وهنا لازم اتكلم على تجربة مارسيل كولر بشوفها واحدة من اهم محطاته الحقيقة واحدة من اهم التجارب اللي لمع فيها اسمه كمدير فني هي مرحلة تدريبه لمنتخب النمسا ازاي شفت الفترة دي وازاي شفت نجاحه مع منتخب النمسا وكانت ايه هي من وجهة نظرك برضو اهم العوامل اللي قدت لنجاح تجربة كولر مع المنتخب النمساوي انا اعتقد ان مارسل كولر في هذا الوقت كان وقت تحدي كبير له عندما اتى الى النمسا كانت المنتخب النمساوي ومنتخب النمسا ليس على المستوى العالي في كرة القدم ولم يصنف بين الانداءة والمنتخبات الكبيرة كمنتخب كبير كان يعاني بعض الشيء اعتقد ان قدوم مارسل كولر الى المنتخب النمسا في هذا الوقت كان بداية قوية للفريقي للمنتخب النمساوي ومنتخب النمسا ومارسل كوبا ايضا في تحقيق مثل هذا الانجاز العظيم يمكن لما بنتكلم على فكرة تجربة والاهل يعني خليني اضيف لمعلوماتك لو يمكن ما عندكش معلومات كافة يعني الاهل يمكن في مشواره الطويل وتاريخه الطويل اعتمد على اسماء كبيرة جدا واسماء من مدارس كروية مختلفة انجليزية في بعض الفترات مجرية في بعض الفترات بورتغالية في فترات اخرى يمكن الحقيقة عندما تم الاعلانة عن التعاقد مع مارسل كولر كان الاسم الابرز هو ريني فيلر هل بتشوف انه الاثنين بيلتموا لنفس المدرسة ريني فيلر بالمناسبة هنا في مصر من قيم تجربته مع الاهل انها كانت تجربة نكحة جدا ويمكن كان من الاسماء اللي كانت بتتمنى جمهين هذه الاهلي انه تسمع عن عودته مرة تانية هل بتشوف فيه اختلاف اوجه التشابه بين مدرسة مارسل كولر وريني فيلر ولا شايف اكتر انه مدرستين ممكن يكونوا يعني بعاد عن بعض او مختلفتين الى حد كبير في البداية اود ان نقول ان المدربين الاثنين على مستوى عالي مدربين رائعين نعم فيلر هو شخص يود تحقيق ما يراه من وجه نظره اراه عنيدا بعض الامر بلغة الكرة ولكن كولر هو انسان صريح وواضح يعرف تماما ما يريده ويتحدث كثيرا يسمع كثيرا للعبين يحكي ويشارك افكاره مع اللاعبين ومع فريقه المساعدين على العكس من فيلر فيلر قد يبدو عنيدا بعد الوقت بافكاره لديه فكرة لديه خطة يود ان يحققها على العكس من كولر فهو مارن كثيرا عن فيلر بداية كولر الرسمية يعني هو يمكن خاض مع الاهلي فترة اعداد لكن بدايته هتكون على مستوى المنافسات الافريقية بداية المباريات الرسمية المنافسة في بطول الدوري الابطال والمباراة هتكون خارج الملعب ومع خصم يمكن تونس واحدة من الدول اللي دايما بتقدم فرق بتنافس على الالقاب ما هواش خصم سهل يعني ازاي بتشوف صعوبة المواجهة وايه هي من وجهة نظرك برضو اهم عوامل النجاح في انطلاقة مشوار مارسل كولر مع الاهلي في بطولة افريقيا انا متأكد تماما ان مارسل كولر سيساعده كثيرا هذه المواجهة الاولى المرتقبة لاني واسق جدا ان كولر يستعد بشكل مختلف وبشكل قوي لهذه البداية القوية لانها سوف تكون بداية نجاحه مع الاهلي في في الشامبينس ليج الافريقيا بطولة ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا انا اعتقد هي بداية قوية وانا متأكد تماما وعلى يقين ان كولر سيتخطاها بنجاح ويحقق نجاح كبير في تونس يهمني كمان وانت معايا يعني بما انك انت توليت انت اعتقد مشوارك طبعا المهني مرة على عدد كبير من الاندال سويسريا جراس هوبرز يانج بويز برابيد فياني يمكن كان في النمسا لكن خلينا اسألك لانه الدوري السويسري في فترة من الفترات بعيدا عن كولر طبعا في فترة من الفترات كان يعني وجهة لعدد كبير من اللاعبين ويمكن اخرهم كانت تجربة بازل مع محمد النني ومحمد صلاح ومنهم انتقلوا لدوريات تانية وتقلقوا حاليا في الدوري الانجليزي ليه الاندال السويسرية وكان في قبل كده طبعا يعني يفكر طبعا بداية كابتن هاني رامزي في نيو شاتل كان فيه اعتقد تجارب تانية لحسام وابراهيم اعتقد برضو لعبه في السويسرا وغيرهم من الاسماء ليه الاندال السويسرية ما فكرتش انها تكرر تجربة مع اسماء مصرية تانية لا 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 اعتقد ذلك ان الفركة او الاندال السويسرية لا يهتمون بتعاقد مع محترفين مصريين كما ذكرت نعم اتفق معك ان في الوقت الماضي كان هناك لعبين مصريين كثيرين كما ذكرت فعلا كانوا ناجحين جدا في سويسرا ولكن مشكلة الكبرى نحن بلد غنية ولكن فيما يتعلق بكرة القدم ليس لدينا اموال كثيرة لتعاقد مع محترفين حتى ولو كانوا مصريين وهذه هي المشكلة التي نواجهها نحن هنا في سويسرا على الرغم من انها بلد ناجحة وبلد غنية جدا على سبيل المثال في يناير في وقت من الأوقات كنت انا مدير تنفيذي ايضا في احد الفرق السويسرية وكما ذكرت ايضا في جراس هوبر وعندما كنت اعمل مع الادارة نفسها فكنا نواجه هذه المشاكل من ناحية المالية ومن ناحية المادية نريد ان نستقب لاعبين محترفين ولكن للأسف الاموال على العكس من اسبانيا وإيطاليا وألمانيا هناك سيولا وأيضا فرنسا يركزون دائما على استقطاب لعبين مواهب كبيرة من الفرنسا إذا سمحت لي هختلف معك لأنه يعني مش بالضرورة يعني في دول مش كبيرة على مستوى الإمكانيات المادية زي الدول اللي حاجة ذكرتها دلوقتي زي فرنسا أو أسبانيا أو ألمانيا أو إيطاليا ما عندهاش الإمكانيات المالية الكبيرة في كرة القدم ممكن يبقى قصادها كويس جدا لكن أكلم على رياضة كرة القدم تحديدا وشوفنا مثلا مثلا على ده أندية في هولندا وأندية في البرتغال بتوصل وتحقق ألقاب على مستوى أوروبا أو حتى لو كلمنا على مستوى المنتخبات حدش يقدر يتكلم أنه أندية بلجيكا ما هيش من أندية المصنفة على أنها كلاس إي مثلا لكن المنتخب البلجيكي النهاردة بقى عنده منتخب قوي جدا ويقدر ينافس على بطولة حتى وإن كانت بحجم بطولة كاس العالم أنا أشكرك جزيلا على هذا التعرض أو النقد ولكن دعني أوضح لك الأمر في سويسرا فقلا مختلف الموضوع في سويسرا صعب فيما يتعلق بالترانسفير عندما نصرف مليون أو 2 مليون بالنسبة لنا هذا مبلغ كبير مبلغ كبير نعم تقبله ذلك وهذا للأسف هذا هو هذا ما يعرضنا طيب خليني أسألك أنتوا أعتقد النهاردة هتلعبوا في دوري أمم أوروبا عندكم ماتش النهاردة مع الشيك أعتقد إزاي بتشوف طبعا فرص المنتخب السويسري في دوري الأمم الأوروبية وإزاي بتشوف كمان بطولة وفرصه في بطولة كاس العالم المقبل أعتقد أن المنتخب السويسري فريق كبير أيضا ونعم يلعب أمام فرق كبيرة وعندهم مباريات ودية كثيرة في فرنسا في ألمانيا لدينا لعبين رائعين لعبين جيدين أنا أعتقد أن هذه هي عندما نتحدث عن المجموعة نحن نلعب في مجموعة مهمة مجموعة صعبة أنا أعتقد أن أعتقد من وجهة نظري في السنوات القادمة سوف أطرى المنتخب السويسري المنتخب السويسري سوف يحتل مرتبة أعلى من هذه المرتبة وأعتقد أننا سننافس فرق كبيرة ومنتخبات كبيرة أنا أعتقد عندما نتحدث عن كسل عالم القادم أو حتى بطولة أمم الأوروبية الحالية أعتقد أن المجموعة التي نتواجد فيها مجموعة صعبة عندما نتكلم عن مجموعة كسل عالم كولومبيا وسربيا والبرازيل فهذه مجموعة صعبة جدا أعتقد ذلك وأعتقد أن المنتخب السويسري سوف ينافس سوف يجتهد أن يواصل للمراحل المتقدمة الحقيقة يعني يحسب للكرة السويسرية مشاركتها في بطولة كسل عالم في وقت بتغيب به بتغيب فيه فرق ومنتخبات كبيرة جدا يمكن كانت أبرزها طبعا الصدمة إيطاليا ونتمنى لكم مشوار موفق في بطولة كسل عالم قطر 2022 فريدي بيكل الرئيس التنفيذي السابق لنادي جراس هوبرز السويسري بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة نفتح هنلم ورقنا بس مؤقتا كده عشان نرجع نفتح ملفات الأهلي وبرد بكرة طلع الجيش عودت الدوليين للسعداد الجدي والأخير قبل مواجهة التحدي المنستيري التونسي في انطلاقة مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع واحد من النجوم النادي الأهلي كبار كابتن مار همام هيشرف نفسها دسة بعد الفاصل تبعونا الطلعة صعبة وده اللي كنتم بقوله مع نجميلة النهاردة كابتن مار همام في بداية مشوار الأهلي مع مارسيل كولر مع بداية إلى حد كبير جدا طبيعية بريك وراحة سلبية ثم فترة إعداد ثم عدد من المباريات الودية التدريجية من حيث القوة ومستوى المنافس وبالتالي عشان تكون بدايتك في مشوار الرسمي يعني دوري أبطال أفريقيا وتكون بدايتك في تونس تحديدا وتكون بدايتك مع وصيف الدوري التونسي وتكون بدايتك خارج الأرض مش ملعبك ولا جمهورك لا بداية إلى حد ما لازم تحطي الاعتبارات كتير جدا لكن خلينا أقولكم أنه كابتن مار همام متفائل وهكلم مع أكتر عن أسباب التفاؤل بتاعته في بداية الموسم وانطلاقة إن شاء الله تكون موفقة للمرض الأحمر والزعيم قناة أفريقيا وسيد السياد القرى كابتن مار همام سالخير أهلا وسهلا بك أهلا بك يعني ما تقابلناش لسه بقولك من قبل ما يتم الإعلان عن مارسل كولر الرجل الجيه اشتغل أعتقد كمدير فني أنت ديك نظرة مختلفة طبعا عن الجمهور شايف في حاجات بوزيتف هل شايف في حاجات نيجاتف أو شايف في حاجات محتاج فيها شوية وقت أكتر إيه المقدمات اللي عارتها عن مارسل كولر من وجهة نظر وبسم الله الرحمن الرحيم أولا يا أحمد طبعا عزيزي نحيي مجلس الدارة المدل أهلي واللجم التغطيط بكاذة كابتن محمد الخطيب إن السيفيات اللي تقدمت تمام السيفيات يعني فيهم تقيلة لكن التريس والتأني بشكل كبير جدا اختاروا الرجل ده فأنا بحييهم طبعا الاختيار أولا هل السيفي بس في المعيار الأول أخيرها كابتن مار لا تمام المحطات اللي اشتغل فيها طبعا المتابعة بشكل كبير والمتائج الحققها والشغل اللي اتعمل خلال محطاته بتفرق بشكل كبير ووجوده برده كم معه منتخب النمساو وبيوصل لليورو 2016 فأكيد ده بيأكد إن الرجل السن كمان يحبق واحد 60 سنة لعب يورو لعب تشامبيونز ليج لعب دوري ألماني لعب تجارب مختلفة وغدية طبعا تجارب ومحطات قوية بتأكد لك إن الرجل ده فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب فهنا اختيار طبعا لجنة تخطيط الكابتن محمد الخطيب كانت يعني الحمد لله كانت موفقة بشكل كبير جدا ويعني هنتكلم بقى طبعا هو عمل ايه لكن من ناحية الشخصية من ناحية أداءه مع المحطات اللي أنت ذكرتها يا أحمد نتيجه دوافعه الرجل عارف أنه رايح نادي القرن أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط عارف أن النادي الأهلي عنده جمهرية بالملايين عارف أن النادي الأهلي عنده بطلات ذكرت أفريقيا محلية دولية فهو كمان يعني جاي وهو مبسوط زي ما الأهلي فيه حاجات كتير اتغيرت برضو الحاجات المحيطة فيها حاجات كتير اتغيرت يعني نتكلم أن الموسم ده واللي بيتابع المركاته والحقيقة موسم الانتقالات والأندي اللي ابتدت بالدعم صفوفها تقول أن النسخة اللي جاية متدوري حتى لو كان يعني بعيدا عن بطولة أفريقيا طبعا هي أكيد طبعا طول عمرها بطولة أفريقيا هي الأصعب على مستوى القرن من حيث مستوى المنافسة وقوة المنافسين لكن يبدو كمان أنه حتى نسخة الدولة اللي جاية لن تكون بالهينة أو بالسهلة على الإطلاق صعبة جدا أحمد زي ما أنت ذكرت بس أنا عايز أشيد طبعا اللقطات اللي حضرتكم بتنقلوها الابتسام والسعادة على لعبة النادي الأهلي حمد دل على السلامة بنقول لعبة النادي الأهلي اللعبة حاسة أن هي فاتت الراحة الفترات اللي فاتت بكل مشاكلها وسلبياتها النهاردة اللقطات دي بتدل اللي بتأكد يا أحمد أن اللعبة فرتحية الابتسامات اللي موجودة المرسومة على وجه لعبة النادي الأهلي بيأكدوا أن هم فيه تحدي بيأكدوا الثقة اللي هم شايفينها من خلال مجلس الإدارة من خلال الجهاز الفني مستوى القولر جمهور النادي الأهلي اللي بسندهم بشكل كبير اللعبة حاسة كمان من بداية وجود الراجل حاسة بالانضباط التدريبي حاسة باليوم الكامل اللي احنا كنا بالنادي به بشكل كبير جدا واحنا عارفين قيمة اليوم الكامل مع اللعبة دي هتعمل ايه هتنقلهم نقلة احترافية في مكانة تانية ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية الراجل نفسيا بتعامل مع اللعبة بمنتعل الاحترام الراجل جدي جدا أنا تسمح لي في الجزئية دي يعني لما تقل راجل سويسري وفي الجزء الألماني من سويسرا وتجربه كانت مع النمسا ومع أنداف ألمانيا انت عافل الحتة دي العقلية دي شوية بعيدة عن تركبتنا يعني غير نحنا كمصريين احنا يعني شعوب دافية كده العلاقات الإنسانية دي مهمة جدا وبذات مع اللعبة المصرية حتى متحس أنه اللعبة مصدقة قوي في المدرب بتاعها أو المدرب بتاعها عرف يحتويها كويس قوي تهموا اللعبة بتطلع أحسن معاً ده لكن كل اللي جاي من تفاصيل ومن قط اللبس ومن جوة الملعب وحتى من المطشات اللي وديه رغم أنها لم تزع أنه راجل مقرب قوي وكسر كل الحواجز حتى مع العيبة يعني بيقولولنا زمائينا اللي كانوا موجودين في مطش أصلا بيقولك أنه بعد المطش راح سلم وحضن واتكلم مع كل اللعبة اللي ملعبتش فواضح جدا أنه فاهم الحتة يمكن فاهمها من حد مقريله مثلا تركيبة المصريين عاملة إزاي؟ أو بيحاول يأثر المسافات اللي موجودة بينه وبين اللعبة لأنه واعتقد كمان لسه ما اكتشفش أو ما قراش اللي قماشها اللي معايا كابتن ماه ده اللي احنا كنا محتاجين واحمد الهيد كوتش يعني احنا كنا محتاجين هيد كوتش زي كولر من ناحة الشخصية من ناحة الأدام من ناحة الجدية زي متلك هو هو أول ما نزل راح على النادل أهلي فده بيدل على أنه راجل منضبط راجل عارف الدقاية بالنسبة له والساعات بالنسبة له والأيام بالنسبة له ما فيش وقت هو راجل قال كده لما أنت كنت في ملعب كابتن ماه وبيمشي جهاز فني وبيتم الاعلام مثلا عن جهاز فني وخصصا لو جهاز فني اللي جاي يشتغل أجنبي أنت كلاعيب أو أنت كفرق الأول ككل كمجموعة وكلاعيبة أنت على مستوى كابتن ماه كمستوى شخص بتستقبله ده ازاي وبتتعامله والراجل ازاي وبتتعامله ازاي في البداية وإيه اللي يفرق معك كلاعب أنك تلاقيه في الموديل الفني الجديد احنا الفاتر اللي فاتر حتى لعبتنا كلنا كنا بنتمنى حاجة زي كاته لا انت في مشوارك أنا طبعا أنا في مشواري وأنا لاعب طبعا بابا سعيد جدا لأننا عارف أن الراجل اللي جاي ده اسم وكيمة وقامة وأن الراجل ده حينقلني حينقلني من ناحية طبعا في تجربة جديدة ما بتخافش ما سيجي عندهم شفافية وعدالة يحمى في التوزيع بشكل بير جدا بصراحة ما بيهدموش حق أحد المصريين ما عندهمش عدالة وشفافية لا المصريين ما احترمي ليهم طبعا لكن عندهم حت الحب والكر لكن الأجانب لا أنا اشتغلت مع ألمان عشان كده يمكن أنا من خلال قناة الأهلي تمالي أتكلم على أن المدرسة الألمانية أو المدرسة القريبة من ألمانيا نحن كمان جربنا فيلر فشوفنا في النهاردة ده من ريحة فيلر صحيح فقلنا متبشرين خير يعني كان معايا رئيس رئيس تنفيذي النادي جراس هوبرز السويسري وكان بيتكلم يعني الحقيقة الراجل طبعا أشد بفيلر جدا وقال إن اتنين مدربين كبار جدا بس قال إنه كمان يمكن الحاجة اللي بتميز كولر عن فيلر إنه فيلر عنيد شوية لكن كولر عنده من المرونة هو نصا نقال كده عنده مرن وبيقدر يغير من ودي تفرق جدا مرونة دي في كل حاجة في الجانب النفسي الفيسيولوجي البدني الخططي التعاون مع اللعيبة يعني أنا عشان اشتغلت مع ألمان فبردك يمكن كلمت عن راجل ده وست سنين هولمن وتسوبل فانعرف المدرسة دي والفكر ده بيعمل إيه الرقم واحد هم جدين جدا في الشوكل بيعملوا شغلهم جدا وبعدين في الملاحظات ما بيسيبوش حاجة تعدي يعني الراجل ده كل حاجة ما شاء الله حاطت إيده عليها كل حاجة دايس فيها زي ما انتكلمت على أنه بعد ما بيخلص المباراة بيروح سلم على الاحتياط وبيكلم معاهم وانهم دوركم جاي لا مش بيكلم معهم في كورة بس بيكلم معهم حتى بارك كورة وعلى الجهاز الفني وطبعا من دمن الحاجات دي بتوصل للعيبة والعيبة بتحس غير انك انت تتلاشاني أو انت ما تفكرش فيها لا ده راجل ده خلص المباراة قاعد معهم وكلموا وقال لهم اللي نسي ما لعبتش ليها المباراة اللي جاي ان شاء الله الدور اللي جاي لاننا عازة أشوف كل لعيبة عازة قايف كل لعيبة فانه هذا فرصة تلت مباراة اللي هم التجربية بيترو جيت وأسوان وبعدين طلع الجيش فرصة كبيرة جدا ان الراجل يقدر يحط إيده حط إيده على ثبات التشكيل يحط إيده على طريقة اللعب الجملة اللي شغال عليها مدى تنفيذها اللي عبها تستوعب ولا تستوعبش حتى المرورنة التكتيكية يعني وبرضك من ضمن الحاجات الراجل أشاد بيها ان بعد كل مبراءة أشاد ببعض اللعيبة يعني هو عاجبه طاهر محمد طاهر من ضمن الأمثلة يعني قالك طاهر أنا اكتشفت ويقدر يلعب في الجناحين يقدر يلعب يمين وشمال ويقدر يلعب رأس حربة وده حاجة جديدة علينا بالنسبة لطاهر الحاجة التانية برضك أشاد بحسام حسن قال ان حسام حسن خلال التقرير لابد كده ان الناس قالت انه ممكن يطلع إعارة أو ممكن لا هو تمسك به وحسام ممكن جاب هدفين في مباراة بترجلت هدف وفي أسوان هدف برضك أشاد بيديانج قالك قوة دبابة بشرية بتقدر تلعب في الجنب الدفاعي ويقدر يكمل في الجنب الهجومي عنده سوري ببساطة مميزة فدي حاجات من ضمن الحاجات الراجل أشاد بيها حتى اللعيبة الفترة دي كافية والمباراة التالتة وحتى الفترة اللي هيسافر فيها لتونس قبل ما يجهز الاتحاد المنستيري هل كافية المدير فني انه يلم الامكانية بتاعت اللعيبة يشوف الخطة المناسبة يدرس فيها الاتحاد المنستيري يختار التشكيل الأنسب وخصوصا انه خد بالك برضو جزء كبير من فترة الاعداد كابتن مهر كان فيه جزء كبير من لعابة الاهلي منتخب مصر أول منتخب أولمبي المحترفين الأجانب علي معلول وديانك موجودين مع الراجل احنا دي كنا نتمنىها احنا كنا نتمنى ان اللعبة الدوليين يبقى كل الناس موجودة في الفترة الاعداد انه مهم جدا عشان يقروا فكر الراجل استراتيجيته الراجل يفكر في ايه عايز يعمل ايه يلعب بأني طريقة فكان يهمنا جدا ان كل اللعبة تبقى موجودة عشان الاستقرار الفني للراجل لكن طبعا ظروف المتخب طبعا احنا كلنا طبعا بنلبي منتخب مصر كل الشغل الشغل اللي احنا بنشغل عشان منتخبنا لكن انا كنت اتمنى انه يعودوا لزبعين الأولين دول معا وبعين نروح منتخب مصر لمستر فيتوريا لكن طبعا الظروف اكيد فيه تنصيق بينهم ومبعض بشكل جيد رايك ايه فيتوريا في اول ظهور ليه والله يا احمد كمان ما ضمن الحاجات الجيدة كمان اللي حتنقلنا يعني النهاردة بقى فيه مدارس مختلفة ومدارس هيد كوتش على اعلى مستوى المنتخب مصر والنادي الاهلي والزمالك كمان فداحي انا شايف هو المديرين الفنيين الاجانب عموما نقطة مهمة جدا اسمع رأيك فيها كمان اشتغلت مع مديرين الفنيين اجانب مصر هنا شايف ان المديرين الفنيين الاجانب عموما عندنا 6-7 عندنا النهاردة بتعتمد على عندنا عندنا فاركو اهلي زمالك طبعا الاتحاد عندنا الاتحاد الاسماعيلي هل شايف ان فكرة ومدارس مختلفة هل شايف ان المديرين الفني الاجنابي عموما اضاف الكرة المصرية طور الكرة المصرية يعني كان وجوده ليه قيمة مضافة ولا زي وزي غيره على فترات يحمد يعني فيه فترات انتقال من المدير الفني المصري للمدرب الاجنابي ففترات احنا بنحتاج فيها المدير الفني الاجنابي يعني المدير الفني المصري يقعد وينظم البيت ويعالج الجانب النفسي ووضب كل حاجة لحين عودت المدير الفني الاجنابي تملي يحمد يحضط ايده على الجديد يعني يعني مثلا في علم النفس في الفيسيولوجي في علم التدريب تملي هم يحضر ايديهم على الجديد فالنهاردة العلم ده اللي أنا بدل ما روح احدى الدراسة ومعايش شواوة طبما راجل جنبي راجل قدام معايا أنا عايش معايا بيكلم ازاي بيأكل ازاي بيشرب ازاي بيحضر شغله ازاي بيرس ادواته ازاي بيكلم مع العيبة ازاي بيتعامل مع المواقف الحارجة ازاي وهو خسران في ماتش اسوان ازاي الشوط التاني اتنقل لجانب هجوم وسجلنا هدافين وضيعنا اهداف كل الحاجات دي موجودة في المدرسة الاجنبية اللي فيها بعيدا عن مشاكل التحكيم ومشاكل اجهاد ومشاكل تلاحم المواسم وضغط المبالاة مشاكل الكورة بتاعت الاهلي جو الملعب الاهم اللي على مرسل كورر نواجد لها حلول ويتعامل معاها هسمع رأيك فيها بس بعد ما نرجع من الفاصل البطولات والالقاب ما فيش شك انها هدف رئيسي واساسي المسلم اللي جاي لجماهي نادي الاهلي وربنا يوفقنا ان شاء الله بإذن الله شايف انه الاهلي قادر ينافس على كل الألقاب وخصوصا المستوى القري يعني فكرة انه انك انت تقرب من ثلاث بطولات على التوالي كنت لأحق والأقدر الحقيقة بيهم منك تحققهم وربنا ما وفقش مخلي جماهي نادي الاهلي مركزة اكتر على البطولات الخارجية وخصوصا طبعا ما فكرة ان البطولة افريقيا بتوسلك لكاس العالم وفكرة كمان من السنة الجاي حيتم التطبيق بطولة هي الاجبر على مستوى نقل نوعية في منافسات الكور الأفريقية السوبر ليج لكن مهم جدا كمان نتكلم كورة يعني اعتقد انه احنا متفقين انه انه يشتغل عليه ويطور فيه من اداء الفريق سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي ده كان سؤالي لكابتن مهر همام قبل الفاصل كورة الاهلي مع كورر ايه المطلوب فيها وايه الحاجات اللي شايف انه عليه انه يلاقي لها علاج او حلول بسرعة كابتن مهر وهو بيبتدي في بص احمد كمان من ضمن الحاجات اللي الرجل اشاد بيها بردك عشان يعني مندي الناس حقاها اكرم توفيق هو معجب اكرم جدا يعني في مهر معجب بكهربا كمان في باكرايت وفي وسط الملعب المدافع معجب بكهربا اشايف ان الكهربا عنده حلول هجومية بشكل كبير جدا وفردية وبيلعب دماغه يعني عنده فكر بردك يقدر يلعب من تحت يلعب جناحين بردك من ضمن الحاجات اللي تحسب للراجل اللي نعم مع سافيو دي بردك من الميزات الهيد كوتش فاركت على برونو سافي في الملعب الكابتن مال يعني الجزء اللي خده في المبارات أسوان يعني تحس كده انه فعلا كرة برازيلية دايما من تحت مهاري بيعرف يفوت المواقف شفها واحد يد واحد يقدر يلعب جناحين عنده يقدر يخش الجوة يقدر يصوب يعني لعيب عنده حلول ودي من ضمن الحاجات اللي نحن بنسعى لها بشكل كبير وكمان في الجنب النفسي قاعد مع السافيو من البداية دي بدك مميزات الهيد كوتش يحمد الفاهم أنا بس عايز أقول كابتن مال شافه في الملعب لأنه لم تزيع هي طبعا تم تسجيلها وتزيع بعد كده لاحقا لكن أنا بكلم كابتن مال على انه اتفرج عليه في الملعب كمان قاعد معاه من دلوقتي واضح انه عنده عصبية شوى هو نيرفز في لعيبة كده في لعيبة فازاي بقى انه هو يقدر يزبط الكونترول ده فدي بعضك من الحاجات اللي تحسب للمدير الفني الأجنبي انه هو في الجانب النفسي يقدر يقعد مع اللاعب ويقدر يعني يحط يقلل من العصبية دي لصالح الفريق وصالح المجموعة طيب واحدة من على الرغم يعني شوف المفارقة بقى وانت اسمعت عليك الرغم انه الاهلي كان في الموسم اللي فات ارقون انه اقوى فريق هجومين واقوى فريق واصلب خط الدفاع اقوى فريق دفاعين اليو الناس كتير جدا كانت بتقول انه واحدة مشاكل الاهلي هي اللمسة الاخيرة وانه واحدة مشاكل الاهلي انه فيه اهداف مكررة بتمثل مشكلة الدفاع النادي الاهلي وانت طبعا مدافعة واحد من اهم مدافعين في تاريخ كورا في مصر هل شايفين دي مشاكل فعلا ومن وجهة نظرك ازاي كولر يتعامل معها وهو بيحضر للموسي دي صغارات كانت موجودة احمد من ايام موسيماني واخبالك الصغارات الدفاعية مع ريكاردو برافو عليك تحسينت بشكل كبير فرص يعني كنا نشتكي منها بشكل كبير جدا يعني مع موسيماني ومع ريكاردو كمان نفس كلام فدي برضك من ضمن الحاجات اللي الراجل مستر كولر حطيتها في الحزبان حطيتها تحت نظر بشكل كبير الجوانب الدفاعية عشان كده اليوم الكامل يا احمد دي ميزة اليوم الكامل اليوم الكامل يعالج الحاجات دي يعني هرجع بالزمن بس الجيل نحن الجيل هدوكوتي وجيل كلوتشاي احنا تميزنا يعني اكلم علي انا كمدافع انا كنت بالعب منتخب مصر خمس ست ست سنين مش عارف اقف لما جيل كلوتشاي مع هدوكوتي لما جيل كلوتشاي تميزنا اخر خمس ست سنين في منتخب مصر في الجزية دي فساعات المدربين اللي هم البروفيشنال من النوعية دي بدأ يشتغل على الحاجات الفردية دفاعيا والحاجات الجمعية يعليجها في اليوم الكامل اللي هو اللي احنا بنول عليه يعني تجامع مثلا سبعة ونص يبقى الساعة تمانية المدفعين مع الهاف الدفندر مدة ساعة الشغل الصغرات دق اي التفاصيل 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 يشتغل عليها ويبدأ يعليجها ويشوفها بقى في المبارة الحبية اخبارها ايه ظهرت حاجة تاني يشتغل عليها تاني كنت بسألك على انه المدرب يقرأ امكانيات العيبة بتاعته ويعرف المشاكل الموجودة في التيم ويعرف الحاجات الايجابية برضو في نفس الوقت في التدريبات اكتر ولا في المطشاط الودي اكتر في التدريبات ما بتبانش قوي احمد يعني في التدريبات اه معظمها كلها تأسيمات واخبالك اسموسة الجيم وتأسيمات صغيرة وبعدين بتبقى متوسطة وبعدين ممكن تبقى في التاكتيك تأسيمة بالملعب كله لكن في المباراة ده الاحتكاك الحقيقي يعني اشتغل شهر ماستفدش في الشهر ده غير مثلا جملة لكن في المباراة المباراة بتبقى التسعين ده هو المحاك الحقيقي هو اللي يباين المدير الفني فين الصغرات ويباين المدير الفني فين اجابيات ويباين المدرب هو عايز ايه من الجزئة دي والجملة اللي حيشتغل عليها مهم جدا جدا اللعبة لازم تنفزها فدي المباراة اللي بيجيب مباراة الحبية اللي بيجيب وبعدين هو كمان زكي يعني متوسط المستقبل بترجيت الممتاز به وبعدين نقل على دور ممتاز يعني اسوان للسعائق طبعا وبعدين طلع الجيش فديك بردك من ضم الحاجات اللي بتفيد الراجل بشكل كبير جدا انا كنت اتمنى يعني كنت بتكلم قبل الهو انا وانت كنا من اتمنى لعبة المنتخب مموجودين معنا يعني ممكن المباراة غدا لو ترحلت مثلا 24 ساعة اي او ترحلت يومين كانت فرصة كمان اللي لعبة الدولين اللي راجعين انهم عندهم مباراة النهاردة فاكيد طبعا هيتطلب منهم راحة تاني يوم كنت اتمنى ان المباراة الحبية التالتة دي تتطلع جيش تترحل تترحل اه يوم تتفرل بشكل كبير جدا بتهالي لو الدولين رجعوا بكرة ولمطش يوم الخميس هيبقى بتهالي صعب شوية الا اللي ماخدش منهم اللي ماخدش منهم هيتطر ان هو يشركوا لان انت عارف اللعبة الدولين لعبة اساسية اه بصف هي كمان اهمية المطش انها اخر مباراة قبل ما تلعب مع الاتحاد المنستيري بالظبط لكن اللعبة الدولين يحمد مهم جدا جدا انهم موجودين في الاتحاد المنستيري لان طبعا بمثلونه قوة ولعبة الدولين معظمهم من اللعبة المؤثرين مع النادي الاهل بشكل طير قبل ما تكلم على الصفقات الجديدة والمنتظرة من وجهة نظر كابتن ماهر مين بالنسبة لك في نجوم النادي الاهلي المسم ده اكون او لا اكون مين بالنسبة لك الاسماء اللي شايف انه عليها انها تخش في تحدي مع نفسها من اول المسم يعني احنا لو بستجدنا الخطوط كده يا احمد هتلاقي بالنسبة عسط المرمى ان شاء الله الشناو يعني عبد الحميدة ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية خط الظهر بدأ يزبط بدأ يزبط في كل العيبة اللي موجودة فيه نص ملعب عندنا أقوى نص ملعب الحمد لله اربع مين ويرجعونا برضك ان شاء الله بإذن الله قوة ضريبة الجزء قداماني يا احمد الجزء قداماني يعني طبعا طبعا ضرب نار نار لان هما دول هصنعونا الفارق هما دول ان احنا هنحتمل مفاتيح والحلول مفاتيح الشغل وكل والتاكتك اللي بيبني عليه الراجل التفت الهجومي يعني عندنا حسين الشحات نتمنى حسين نرجع تاني ان شاء الله بقوة ضريبة طاهر وإحنا أشدنا في كلامنا ان طاهر يعني الراجل لفت نظر بشكل كبير بتستاو لانه بتستاو في تحدي بالنسبة له لازم يأكد للناس كلها انه هو فعلا صفقة جيدة صفقة يعتمد عليها عندنا كمان كهربة عودة كهربة تفرم معنا بشكل كبير جدا حسام حسن حسام مرضك لازم فرود قوي وراجل أشاد به نتمنى نحن نشوفه أفضل وأحسن شريف كمان شريف احنا يعني الحمد لله على السلام وحشنا شريف من فترة كبيرة لازم نشوف شريف مرة تانية الفرود المرعب المتابع على كل هجمة الاختراقات اللي بيعملها إحرازوا الأهداف المميزة أفشة فاصلنا ألعاب محتاجين أفشة كمان ونفسها تبقى شارسة وقوي جدا سافليو ده بيلعب في الحتة دي ميسي اللي جاي الوافد الجديد بيلعب في الحتة دي شادي حسين نتمنى طبعا إن شاء الله مع النادي الأهلي مع النخبة الجميلة اللي موجودة يقدر ياخد مكان بشكل كبير فالجزء اللي قداماني يا أحمد لا لسه مهم عبدالقادر نتمنى طبعا عبدالقادر زي ما بدأ مع سموحة ولما رجع من الأعارة شد انتباه جمهيري النادي الأهلي وخامة كبيرة وخامة مميزة ولعيب عنده فكر ولعيب كويس زياد احنا متطمنين على زياد احنا شوفنا زياد خلال مع مستر مسلمان مع ريكاردو سوارش بالضبط زياد خامة إن شاء الله مبشرة إن شاء الله بإذن الله يكون له وجود رغم كل الأسماء يعني بشوف إنه خط هجوم الأهلي أو لعيبة الهجوم في النادي الأهلي هي أكتر منطقة أو أكتر خط هيكون فيه منافسة شرسة ورغم كده معظم الجواهير بيرهنوا على إنه صفقة الأهلي في المحترف الجديد أو المكان الخامس اللي فاضي لغاية دي تكون برضو مهاجم مهاجم جناح يعني رأس خربة أو جناح يمين أو جناح شمال تتفق مع ده ويلا ليك وجهة نظر لا أتفق لأنه زي ما قلنا كده في كلامنا إحنا زي ما حللنا الخط اللي قداماني محتاجين رأس حربة يكون بكيمة النادي الأهلي رأس حربة يكون هداف رأس حربة يكون قوي رأس حربة يكون بساند مراوغ متابع بشكل جيد أعزو الله حاجة يا أحمد المكان ده المكان ده من الأماكن اللي فيها هرس بلغة كورة المكان فيه ضغط جامع جدا أكتر من رأس حربة أكتر من اثنين أكتر من ثلاثة لأنه كمان تلعب بطولات كثيرة قليلة طبعا زي قلب الدفاع ومستوى المنافسة فيها زي قلب الدفاع حتى والله يعني إحنا في أسهل المطشاط المطشاط اللي بتقال عليها سهل رقميا نتيجة لأنه يبقى فيه فوارق بينه وبين المنافس يعني تاريخ والقيمة التسويقية والبطولات والأرقاب حتى المطشاط دي بتحس أن الفرق اللي هي البسيطة دي أو الإمكانيات هي يعني مش أحسن حاجة في الدنيا بتلعب قدام النادي الأهلي كأنها بتلعب بطولات كسعالة فمهاجمين النادي الأهلي طول الموسم على المستوى المحلي هنا بتحس أن المطشاط كلها تكتلات واحتكاكات وضرب منجر كرة وبكرة فطبعا فرود النادي الأهلي ده بيعني في كل المطشاط مهم والتكتلات ديت إزاي نشتغل معاها إزاي نفتحها إزاي نختارقها إزاي نسجل يعني أنا مع الراجل ده إحساسي كده إن إحنا هنرجع إزاي جيل نحن جيل السبعينات أو مع منوجه زيه إن أول ربع ساعة أو تلت ساعة هي أهم جزئية في المباراة بالنسبة إزاي نفتح إزاي نفتح فيها فطبعا أكيد الراجل سامي قمصان وسيد عبد حفيز دي مدور كبير جدا مع الراجل إن هو بيوروله الشرائط بيوروله وضع الفرق بشكل كبير إزاي تكتلات ديت أن نبدأ نشغل عليها بالجمل التكتكية إزاي كانت حاجات سابتة أو حاجات متحركة أو حاجات من العمق الحاجة التانية كمان الراجل اللي هو التالت اللي مع راجل التونسي راجل كمان جميل جدا جاب سبع مباراة للتحاد المستيري دي حاجة كويسة محل الأداء محل الأداء وبردك ابن بلدهم فأكيد أنت كان عالسيني ميكالي أكيد طبعا حيفيد الراجل بشكل كبير جدا خصوصا إن كنت دوري 32 حتقابل التحاد المستيري فأنت لازم برضك تاخد فكرة عن التحاد المستيري بعض الأطاقت اللي جات جابوا تلت أهداف مباراة رواندا محل الأعرضية حاجات توصيل من خارجة 18 يعني فرقة لازم نحطها في الاعتبار نحترمها طبعا طول عمرنا نحترم كل الفرق لكن النادي الأهلي نتمنى يحمد أن نكسب بره ملعبنا يعني زي فيلار كده احنا عايزين نرجع ووالله ومسيماني ومسيماني مع مسيماني كسبنا الوداك في ملعبه كسبنا الترجي في ملعبه يعني بنشيد به مسيماني بشكل كبير جدا في الفترة اللي هو أدهها مع النادي الأهلي والمدلات اللي حصل عليها لكن عايز أقول هو ده هو ده البطل بطل أفريق إننا بره زي جوه بره لازم أخذ النتائل الجبية وإن شاء الله جوه بقى في ملعبي أمتع جماهير إن شاء الله بالنتيجة وبالأهداف عموماً وانت بتبص على الفريد النادي الأهلي كده بدايةً شايف أكتر الخطوط انسجاماً أكتر الخطوط اللي فيها ممكن تكون محتاجة دعم مش بكلم على مراكز بكلم على خط أكتر خطوط انسجاماً أكتر خطوط اللي محتاجة دعم من وجهة نظر كابتن ميرو يمكن أكتر خطوط تنفسية احنا اتفقنا عنها خط هجوم النادي الأهلي يعني التجانس اللي موجود وأقوى خط هو خط نص الملعب خط نص الملعب اللي بيجمع ديانج وفاتحي وسولاية ده بيعتبر من أقوى الخطوط اللي موجودة مش في مصر بس يمكن في أفريقيا كمان إحنا نحتاجين الدعم في الحتة الدمانية برضك الحالة الخلفية أو جانب الدفاع يا أحمد وانت بتلعب في مصر هنا يعني لما يبقى المهاجمين بيغمروا عليك بواحد أو باتنين دي تقدر يعني نقدر نعليجها بشكل كبير يعني واحد بيمسك واحد بيمسك خلق مساحة فالصغرات اللي وراء سهلة جدا تقسبهم نلاس ونقايات نعم يعني يعني تقول لي مين مع مين دوتو قوي دفاعية هل ممكن نقول ياسر مع عبد المنعم ولا عبد المنعم مع ربيعة ولا ربيعة مع متولي ولا متولي مع ياسر رؤية كابتن تبقى لإمكانيات في فروق فردية يعني هم الحقيقة كلهم أسماء مميزة جدا بس في النهاية في فروق فردية في لعيب بيجي دعا العاب الهوى في لعيب وقف على الأرض في لعيب يقدر يمسك مان في لعيب ما بيمسك يعني ما بيمسك تمركز عنده يعني شايف السنائيات في الدفاع النادي لأهلي ازاي يعني احنا مثلا لو كلمنا عن خط من ناحية اليمين حيبقى أقرم موجود ومعام حمد هاني ومعام كريم كمان منافسة خريم فانش موسمهيل وراح منتخب صراحة يعني وبعدين عندنا معلول طبعا والولاد الصغرين إذا كان أشرف وكريم ورافط أو كريم أو رافط حاجة جميلة مباشرين كمان ثلاثة حلوين بصراحة جدا على أعلى مستوى يعني الحتة اللي في القلب دي يعني أنا شايف في ياسر على أساس أن ياسر موجود في المنتخب واخد ثقة مع عبد المنعم كمان موجود في المنتخب واخد ثقة هي كانت المشكلة بس عندنا في قلب الدفاع التغيير كتير يا أحمد مهم أول ثبات في الحتة دي أثبت باتنين يتجنسوا مع بعض ياخدوا على بعض التفاهم يبقى موجود يضروا دونها ارتاحية ودونها طمأنين نبشات كبير هو أنت لما كنت بتشتغلوا أنت طبعا لعبت لما بدأت أو دخلت في الستيم كان فوقيك أساطير برد طبعا حسن حمد ومصطفى يونس وكابتل مصطفى يونس صح في الملعب كانت أسماء تخطب يعني في التوعيد وانت لما دخلت بعدهم بقيت اسم كبير ودخل من بعدك بتشتغلوا يعني أنت كمدافع جزء مدرب يعمل وبعدين جزء لعبة مع بعض يعني أنا مثلا كنت محظوظ أن أنا طلحت مع الكابتن حسن حسن حمدي وزير الدفاع وبعدين الراجل كان عنده رؤية في الحتة اللي ورى دي عنده توقع جميل جدا وعنده حركة رشاقة ومرونة بيقدر يغطي الصغرة اللي ممكن بتحصل الحاجة التانية كمان دوره إزاي بيواجه الخط بيكلم ودي برده بتنقصنا بتنقص ولادنا دول الراجل اللي بيلعب في الحتة اللي ورى دي زي حراسة المرمى هو اللي شايف اللي شايف كل اللي قدام ويقدر يكلم شايف اللي جاي عليه وشايف زميل وقفة ازاي بزبط في مهم حيثة الكلام أنك أنت التوجيهات دي شناه رقم واحد ثم أقرب مدافع اللي هو كان الكابتن حسن حمدي أيام نحن الكابتن حسن حمدي لما الصاف ظهره وبعدين هو الدني خبرات المكان ده شوف الحلاوة يعني تقف هنا لما كرة تبع عملة ازاي أضغط هنا هنا أقرب من الراجل هنا حاول يعني ما عملش مشكلة عشان بقاش في فولات هنا شتت تحت ضغط الخبرات بقى تحت المكان دي لقيلها لك وبعدين رحت مع مصطفى يونس خبرة كمان حاجة كبيرة جدة فحصل تجانس بيني ومصطفى بالخبرات اللي أنا دني حسن حمدي كملت لما مصطفى بطل رجعتنا وراء وطلعنا محمود صالح من 21 سنة فبدأت أدي نصيح اللي محمود صالح اللي أنا اتعودت عليها وتعلمتها وبعدين داخل معنا حشيش وضية بقى مكمل لدينا وهكذا لكن أنا عايز أقولك أن السبات في المكان ده مهم حيدينا التفاهم التفاهم نكتب مفاهمين بعض لمقاش بقى كل مباراة مغير واحد كلام ربيعة أكتر حد بيعمل الحكاية دي ربيعة وده دور ربيعة طبعا أنه أدم واحد فيه من الفطر اللي فاتت وأنا بحقيه طبعا من خلال ببنمك لأنه هو الفطر اللي فاتت بصراحة ركز بشكل كبير جدا وبعدين كمان من اللعيبة ولادي النادي اللي عندها الحماس وعندها الغيرة وعندها الروح هو وليد بصراحة كانوا عاملين حالة كبيرة جدا في الفرقة بشكل بي ككبات يقدروا يلموا الفرقة يقدروا يحمسوا الفرقة يعني فيه دعيبة بتحس حتى لو بيدي عندها الروح بتاعت يعني أكرم بتحس أنه عنده روح الفنيل محمد محمود على فكرة ما ظهر كتير من الجماهير علاقت أن الولد ده عنده روح الفنيل الحمرة وأنا تمنى أنه الموسم ده يبقى محمد محمود مفاجئة الفريق أنا مستني محمد محمود لسه لسه إن شاء الله محمد محمود حياخد طبعا في المباراة اللي جاية رجل كان وعد كل الناس أفشة وشريف ومحمد محمود الناس اللي مشاركتش في المباراتين حيبق ليم دور في المباراة طلع الجيش القادم إن شاء الله خلي أعترح معاك فكرة إنه الناس مستني ظهور الأهلي مستني مارسل كولر مستني ظهور الصفقات الجديدة في موضش المنستيري إيه المتوقع عشان نتعرف إنه إحنا عندنا يعني إحنا مستني بقى إيه إنه كولر يكون جاب من الآخر من وجهة نظرك إيه اللي مطلوب من كولر وإمتى أو إيه هو الفترة اللي يحتاجها الموديل الفني عشان بصمته تظهر بشكل كامل وتقدر تحكم على إنه دي كورة الأهلي مع مارسل كولر هو بص يحمد علم التدريب كان بيقول فترة الإعداد مهمة جدا اللي تبين بداية الموسم أربع مباريات مباريات رسمية من أربعة لستة تبتدي تبين بصمة الراجل طريقة اللعب الشكله في الحالة الدفاعية بدفع إزاي في الحالة الهجومية بيشتغل إزاي الجمل التكتكيل محفظها إذا كان من الأطراف أو من العمق كورة سابتة بتبين بتبين الملامح دي الحاجة التانية كمان إن إحنا محتاجينها من مستر كولر إزاي نضغط على الخصم من قدام ودي إحنا افتقدناها من أيام مستر ملعب جوزيه يعني هو ده هي دي سمية النادي الأهلي النادي الأهلي مرعب في كل مكانه داخل أنا فاكر أيام مستر ملعب جوزيه كان المطش كله بتدور أحداثه في نص ملعب الفريق منافس الضغط والاستعواز ثم كمان يحمد البصات الكتيرة كنا بنوصل 15 نقلة ثم الصغرة اللي تبلنا اللي نقدر نجيب منها جول هو ده اللي احنا محتاجين لحاجتين دول محتاجين بمستر كولر وأنا متأكد أنه عنده عنده الميزة دي وعنده الإضافة دي أنه هو بيضغط من قدام على الخصم وبيحاول يغلطهم وبيقرب من المرمع عشان يسجل فدي من ضمن الحاجات اللي ان شاء الله حيشتغل عليها أنا اللي أتمنى بس من الجماهير أنها تدي راجل وقته وتدي راجل مساحته وتزبر على نجومنا نبتدي موسم إلى حد كبير في ظروف طبيعية سكواد الأهلي الحمد لله مطمئن جدا جدا وكلنا ثقة في كل الأسماء الموجودة وبإذن الله إدارة النادي الأهلي بتسعى لإتمام الصفقات بأعلى كواليتي ممكنها تفيد الفريق وتفيد الجهاز الفني في الفترة اللي جاية ندي الناس كلها مساحتها لنها تشتغل وإن شاء الله بإذن الله يكون موسم موفق وناجح للنادي الأهلي على كل مستوات وأنا عارف طبعا أنه الفكرة مش محلي بس الفكرة أبعد من كده بكتير وإن شاء الله بإذن الله نكون قادرين نورت الدنيا كبنا أبدا خليك أعناد مرعزة وإلا أن جمهور النادي الأهلي واعي جدا ومثقف جدا وبيساند مش هيستعجل إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا نورتنا وشرفتنا وبشكر حلالكم طبعا على المتابعة بكرة إن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة في السادسة تحياتي لكم